جزاكم الله خيرا مستمع الرمزة ياسمه بالحروف عين ألف سين يسأل ويقول في بعض الأيام تفوتني ركعتين في المسجد كيف أقضي هاتين الركعتين جزاكم الله خيرا نعم في بعض الأيام تفوتني ركعتين في المسجد كيف أقضي هاتين الركعتين جزاكم الله خيرا لا ندري ماذا يريد من ركعتين في المسجد والأفضل للمسلم أن يصلي النوافل في بيته هذا هو الأفضل للمسلم صلاة الضحى صلاة التهجد تحية المسجد والراتبة التي مع الفريضة قبلها أو بعدها كل هذه الأفضل أن تكون في البيت إلا إن كان يقصد بالركعتين في المسجد تحية المسجد فإن المشروع أن الإنسان إذا دخل المسجد يريد الجلوس فيه فإنه يصلي ركعتين بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا تفعل في غير المسجد تحية المسجد لا تفعل إلا في المسجد عند إرادة الجلوس فيه لأن هذا سبب تتعلق بسببها فلا تفعل في غير المسجد لا يؤخرها ويقول صليها في البيت أو صليها في مكان آخر ثم يجلس في المسجد هذا لا ينبغي نعم